شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وقلنا فيما مضى إن هذه المسألة من أمهات المسائل العقائدية أو العقدية ولها آثار كبيرة في الفكر والعمل بل يمكننا أن نقول إن هذه المسألة ترتبط بكل مفردة من مفردات حياتنا اليومية كل خطوة نخطوها في هذه الحياة لها نوع من الارتباط بقضية العسمة ربما يبدو هذا الكلام غريبا ولكن لاحظوا هذه القضية كل خطوة نخطوها وكل مفردة من مفردات حياتنا محكومة أو يجب أن تكون محكومة بمحددات فقهية وبضوابط فقهية هذه المحددات وهذه الظوابط ترتبط ارتباطا جذريا بقضية العسمة ما هو المصدر الذي نتلقى من هذه الظوابط والمحددات إذا ثبت أن هناك جهة معصومة فلابد أن نتلقى هذه الظوابط من تلك الجهة ما تقوله تلك الجهة يمثل الحق المطلق وكل رأي يخالف ما تقوله تلك الجهة المعصومة فهو يمثل الباطل المحظ الله تعالى يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال بعد الحق شنو أكو هنا تنتهي منطقة الحق بعد الحق شنو أكو الضلال فالجهة المعصومة تمثل الحق المطلق والجهة التي تقابلها تمثل الباطل المحظ نحن إذا عرفنا أن هذا الفرد علي بن أبي طالب مثلا صلوات الله عليه إذا ثبت لنا أنه معصوم هذا معناه كل ما يقوله يمثل الحق ففي كل ضابطه تشريعية واعتقادية يجب أن نلجأ إليه إذا أكو هناك رأي في قبال رأي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شنو تقييمك لهذا الرأي هل تقول أنه اجتهاد أبدا في مقابل العصمة لا يمكن أن تقول اجتهاد في مقابل العصمة هناك باطل مطلق إحنا ألا نعتقد بأن القرآن الكريم معصوم الله تعالى ألا يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآن إذا أكو عقيدة ضد القرآن أو أكو شريعة ضد القرآن كيف تحكمون على هذه العقيدة أو الشريعة أو الفكرة تقولون اجتهاد في مقابل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يوجد اجتهاد وإنما يوجد الانحراف ويوجد الضلال كذلك بالضبط بالنسبة إلى الجهة المعصومة لا يوجد في قبالها اجتهاد وإنما يوجد الضلال والانحراف المحظ إذن هذه القضية قضية العصمة ترتبط بكل جزئية من جزئيات حياتنا لأنه كل جزئية من جزئيات حياتنا فعلا وتركا مباحا مستحبا مكروها واجبا محرما الأحكام التكليفية الأحكام الموضعية كلها لها ضوابط من أين نتلقى هذه الضوابط فهذه القضية فوق ما نتصور وفوق ما ندرك قضية مهمة جدا وليست قضية عقائدية في بطون الكتب ذكرنا فيما مضى ثلاث مقدمات وخمسة مباحث وانتهينا في المبحث السادس إلى طرح سؤال ملح وهذا السؤال يقول كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وما نجده من المضامين المأثورة التي التي تتضمن الاعتراف بالذنب اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته هناك عدة إجابات الإجابة الأولى هي الإجابة التي ذكرها علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس وهي أن هذه الأدعية إنما كانت لأجل التعليم الإجابة الثانية هي الإجابة التي اختارها في برهة من حياته علي ابن عيسى الإربلي وهي أن هذه الأدعية تمثل نوعا من أنواع التواضع أمام الخالق الإجابة الثالثة إن هذه المضامين وهذه الأدعية تمثل نوعا من التدارك لترك الأولى هذه الإجابة طرحها على نحو الاحتمال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم بحار الأنوار المجلد الخامس والعشرون صفحة ميتين وعشرة نظرية ترك الأولى هل يمكن القبول بهذه النظرية بالنسبة إلى أهل البيت وبالنسبة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله قبل أن نجيب على هذا السؤال نطرح سؤالا آخر وهذا السؤال عندما يصدر ترك الأولى من شخص لماذا يصدر عندما العاقل يقول لك هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل أو عندما يقول لك الشر هذا هو الأولى لماذا يصدر ترك الأولى الإجابة الوحيدة المعقولة عادة هي غلبة القوة الوهمية أو الغضبية أو الشهوية على القوة العقلية هذا الطعام ضار إليك بضرر لا يصل إلى درجة التحريم العقل يقول لا تأكل الشهوة تقول كل الأولى اللا تأكل لماذا أكل المريض الطعام لأن قوته الشهوية انتصرت على قوته العقلية المؤمن يستيقظ سحرا لصلاة الليل أظن أكو في الروايات أن هناك ملك يوقظ المؤمن لصلاة الليل يمكن لحظة يستيق يقوم الشرع والعقل يقول له قم ولكن الشهوة تقول له نم إذا نام كما نفعله عادة كثير من ليش لأن القوة الشهوية يعني الشهوة النوم انتصرت على القوة العقلية هل يمكن أن تتصوروا هذا المعنى في أئمة أهل البيت وفي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله هذه الصفوة التي اختارها الله وانتجبها الله الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هل يمكن أن تتصوروا فيهم هذا المعنى المؤمن العادي يعني إحنا عندما نقدم على ترك الأولى في كثير من الأحيان نشعر بالامتعاف وتشعر بالألا من الناحية الفقهية أكل الجبن مكروح إلا إذا كان معه الجوز الآن لا يشعر لا يشعر أن هذا نوع من أنواع التحدي درجة من أنواع من درجات التحدي مع الله سبحانه وتعالى الله يقول الله يقول ما أحرم معين معين ولا يحرمون ذلك العمل يقول أنا ما أحرم ولا أعاقب ولكن ما أحب هذا العمل الشخص المهذب المؤدب هل يقدم على مخالفة أبيه أو أمه أو شخص كريم عنده يقدم أو لا يقدم الوالد رحمه الله في كتابه من فقه الزهراء صلوات الله عليها المجلد الأول صفحة مئة وتسعين الوالد يعتقد بأن أهل البيت بل يعتقد أن كل الأنبياء جميعا لا يرتكبون حتى ترك الأولى وهذا المطلب متعرض إلى في مجموعة من كتبه منها كتاب فقه العقائد صفحة ستة وثلاثين ومنها كما في الهامش في كتاب البيع المجلد الخامس صفحة مئتين سبعة واربعين ومنها في هذا الكتاب ومن الأشياء التي تقال أيضا أنني عثرت أن هذا رأي صاحب الجواهر أيضا صاحب الجواهر في الجواهر المجلد الثامن والثلاثين صفحة مئة وثلاثة يقول حول الإمام ولاطلاعه على المصالح الواقعية وكونه معصوماً عن ترك الأولى فضلاً عن غيره إلى آخر كلامه راجعوا في الجواهر الوالد رحمه الله يستدل على ذلك بقوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً يقول وهذا يدل على ما فوق العصمة لأن العصمة عبارة عن الاعتصام عن الذنب والسهو والخطأ والنسيان والجهل وما أشبه ذلك والإطلاق يدل على ما فوق ذلك الرجس الألف واللام فيها للجنس وتدل على العموم ارتكاب المكروه نوع من أنواع الرجس وهذه الآية تقول إن أهل البيت لا يرتكبون الرجس فإذا لا يرتكبون المكروه والإطلاق يدل على ما فوق ذلك ويشمل حتى ترك الأولى وكذلك ويطهركم تطهير حذف المتعلق كما يقول علماء البلاغ يفيد العموم فيشمل حتى ترك الأولى أيضا فهذه النظرية الثالثة نظرية ترك الأولى مرفوضة عند مجموعة من العلماء وبذلك ننتهي إلى نظرية الرابعة في هذا المجال نسوقها ولو على نحو الاحتمال أو على نحو في الجملة ونمهد لهذه النظرية الرابعة بمقدمة قصيرة الإحساس بالألم والوقوف موقف الاعتذار أحيانا يكون نابع عن شعور بالعظمة في جانب والشعور بالقصور لا بالتقصير في جانب آخر أنا أمثل لكم بمثال من الواقع الذي نعيشه حتى تجدون أنه هذا الإحساس المزدوج كيف يؤدي بنا إلى الشعور بالألم وإلى الوقوف موقف الاعتذار هناك فرد يشعر بأهمية العلم أطفالنا شايفيهم أول ما يرحون إلى المدارس لا يشعرون بأهمية العلم وبعظمة العلم في اليوم الأول يذهبون باكين وفي بعض الأحيان يفرون في بعض الأحيان بالإكراح الآباء يأخذونهم إلى المدارس ليش؟ لأنه لم يفهم أهمية العلم وعظمة العلم ولكن شيئا فشيئا هذه الحالة قابلة للإيجاد وقابلة للتنمية الإنسان الإنسان شيئا فشيئا يشعر بعظمة العلم وبأهمية العلم وبلذة العلم العلم في لذة ذلك الرجل كان يقول أين أبناء الملوك من هذه اللذة لو عرفوها لقاتلونا عليها أبناء الملوك لا يفهمون هذه اللذة لذة العلم كثير منهم عندما تشعر بأهمية العلم من جانب ومن جانب ثاني تشعر بالقصور كم تبذل من وقتك لطلب العلم الشيخ الممغاني رحمه الله كاتبين في أحواله في فترة من حياته كان مشغول بتأليف كتاب كان يصرف من وقته 18 ساعة يوميا في المطالعة والتأليف كان يروح إلى سرداب من سراديب النجف الأشرف ويقعد هناك مكبا على المطالعة والتأليف وأهل كانوا يخلوا للطعام في زبيل ويشدونه في حبل ويدلون هذا الحبل من فوق عبر فوهة البئر إلى تحت فهو كان يأخذ الطعام يبدون وحده كان هناك بالسرداب وياكل الشيخ الممغاني الكبير نشوف هذه الآثار الضخمة اللي عنده هذه الآثار لم تأتي من فراء وراءها هكذا هم 18 ساعة ممكن كم ساعة بقيت لصلاته واستراحته ونومه سس ساعة فقط وعبادته وتضرعه كم ساعة كان ينا الجد رحمه الله في فترة من فترات حياة الساعة ينكان ينا هذه قضايا خيالية يعني لنا وإلا هي واقعية لأمثال ولكن هو هذا الشيخ الممغاني اللي يصر في 18 ساعة من وقته عندما العالم يقف أمام العلم يشعر بالألم وجدتم هذا الإحساس في يوم من الأيام عندما تقفون أمام مكتب ضخم واحد يشعر بالألم ما يقدر كان أحد العلماء كان يقول أنه أنا أتمنى أنه اليوم يتحول إلى ثمانية وأربعين ساعة ما لحك كل ما أركض 24 ساعة قليلة العم حفظه الله قال لي ما يفيد هذا لأن صار 48 ساعة تشعر أنه 48 ساعة أيضا قليلة إذا إذا ركضنا في طلب العلم ألف عام ما ينتهي من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال هاي الحالة تجدونها في بعض الأثرياء يركض 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 إلى المليون عندما وصل للمليون يشوف المليون الثاني عندما وصل للمليون الثاني بعد ما يشوف خلفه وما هو فيه يشوف المليون الثالث يشوف المليار وهكذا فيركض إلى نهاية حياته الآن المثال المادي ما علينا به علينا بالمثال المعنوي فهذا العالم عندما يقف أمام هذه البحور المتلاطمة من العلم يشعر بالألم في داخله ويشعر بالأسى في داخله هل هذا تقصير فاعلي كلا هذا عنده تقصير أبدا 18 ساعدة يطالع ويكتب ولكنه نوع من أنواع القصور الفعلي ما أقدر الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا النبي طبق هذه الآية العلماء يقولون باخع يعني مهلك النبي صلى الله عليه وآله لعلك باخع نفسك مهلك نفسك كان يتألم أشد التألم مثل أبو عنده ابن هذا الابن منحرف ما يسمع كلام يدمر دنيا يدمر آخرته يروح في خط المخدرات هذا الأب يكاد يتمزق في داخل الأب مقصر لا بذل كل جهده لتربية هذا الولد مثل ابن نوح ولكنه معتدل الأب شنو موقفه يتألم في داخل ليش هذا التألم التألم هل هو للتقصير الفاعلي كلا وإنما هو للقصور الفعلي إذا صح التعبير فلعلك باخع يعني قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن نبي كالأب الرحيم بل هو الأب الرحيم لهذه الأم وفي آية أخرى الله تعالى يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسارات الوجود الامكاني الامكان يفرض حد الامكان الوجود الامكاني يفرض عليك حد هذا البدن يفرض عليك حدا آخر يعني الوجود الامكاني يحددك هذا البدن المادي العنصري يحددك بحد آخر فأنت تشعر بالألة وتشعر بالقصور الفعلي للفاعلي يريد أن يعبد الله ولكن لا يتمكن كما يريد قالنا الشيخ المامغاني لعله كان يريد أن يكتب 24 ساعة لكن ما يقدر الوجود الامكاني متطلبات البدن تضع لك حدا هذا من جانب من جانب ثاني الوجود الامكاني يفرض عليك أمورا هذا البدن يفرض عليك أمورا وَأَنْ وَأَنْ تَشْعُرُ واحد من الأفراد ابتلي بمشكلة في عموده الفقري الطبيب قال لازم تنام وما تتحرك إلى مدة أو ابتلي بمشكلة في عينه بعض الأفراد عندما يصابون الطبيب يقول لازم تنام على ظهرك وليتتحرك إلى ثمانة أيام مثلا هالشكل أي حركة مضرة وربما تكون هذه الحركة محرمة من الناحية الشرعية كما هي محرمة من الناحية الطبية أنتو نايمين يجي شخص عظيم لزيارتكم أنتو مفروض أن تظل رجلكم ممدود هذا واجب عليكم من الناحية الطبية لعله واجب عليكم من الناحية الشرعية أبوكم اجت لزيارتكم أمكم اجت لزيارتكم الإمام المعصوم صلوات الله عليه في عحد الحضور اجي إلى زيارتكم ما تشعر بالألام إذا واحد غليظ المشاعر ما يشعر بالألام مو كلامنا في هؤلاء ولكن الذي له إحساس مرهف ما يشعر بالألام أمام الإمام المعصوم ما درج ما يشعر خب كيف يجبر هذا الشعور بالإعتذار يعتذر يقول أعتذر منكم هذا خلاف الأدب لكن ما أتمك هو الإمام يقول لك لا تتحرك يجب عليك أن لا تتحرك ولكن تعتذر هذا الإعتذار يمثل نوع من الأدب ويمثل نوعا من أنواع جبر القصور الفعل هذه القضية لعله نقلتها لكم قديما الوالد رحمه الله كان ينقل أنه كان هناك شخص في قوم يقال له الشيخ الملايري معروف أنا ذهبت إلى زيارته ورأيته عن قريب هذا الشخص كان عنده بعض العلوم الغريبة العلوم غير المألوفة العلوم الإفاظية وآتيناهم اللدنا علما الوالد رحمه الله يقول أنا سألته من أين أفيضت عليك هذه العلوم الغريبة قال أنا كنت في مشهد كنت في مدرسة هذه المدرسة كانت بموازاة رأس الإمام الرضا صلوات الله عليه جئت ليلا إلى الحجرة رأيت القبة أو رأيت المنائر أنا الآن في مواجهة رأس الإمام الرضا صلوات الله عليه إحنا أمثالنا بعضنا يعني هذه المعاني الرفيعة لا نفهمها وإذا فهمناها لا نعتني بها ولكن هذا الرجل قال كيف أنام وأمد رجلي وأنا في جانب رأس الإمام الرضا صلوات الله عليه الآن إذا طفل أكو هنا ينام هنا قدام لا يشعر بشيء أما إحنا ننام في المجمع أبدا كيف أمد رجلي وأنا في حجرة موازية لرأس الإمام الرضا صلوات الله عليه شفت هذا خلاف الأداب فجلست وبدأت بالذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن مثلا يعني هذه النوعية في حالة جلوس وأحيانا كان يغلب علي النوم فأنام وأنا جالس ما يقدر لو كان يتمكن ما كان ينام ولكن ما يقدر لعله وظيفة الشرعية لأنه بكرة عند الدروس إذا بالليل ما ينام ما يتمكن بكرة أن يطلب العلم الواجب عليه وظيفته فلعله ينام لأنه وظيفته لعله ينام قهرا تأخذه سنة من النوم كنت أنام وأنا جالس ثم أستيقظ ثم أنام وهكذا إلى الفاجر لاحظوا درجة المعرفة يقول فعلت هذا العمل لا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث وإنما إلى عام من كامل هذا كان شغل أنت ليلة وحدة جربوا هذا العمل تشوفون تقدرون أو ما تقدرون كلش عملية صعبة وعلى أثر ذلك أفيضت علي هذه العلوم اللدنية وآتيناهم اللدن علم عندما تنام وأنت في محظر الإمام تشعر بالألام مجبور ماذا تفعل وتشعر بالقصور فتجبر هذا القصور بالاعتذار هاتان زاويتان زاوية الحد الذي يفرضه الوجود الإمكاني وزاوية الضرورات التي يفرضها الوجود الإمكاني هذه هي الإجابة الرابعة هذه الإجابة أشار إليها الإربلي مذكور إجابته في البحار الوالد أيضا يختار هذه الإجابة في فقه العقائص صفحة 36 يقول فالاعتراف إشارة إلى الأمر التكويني من نقص الممكن ذاتا فإن الإنسان يريد بهذا الاعتراف أن يؤدي حق العبودية هذا الاعتراف نوع من أداء حق العبودية أمام الخالق وأن يكمل ذلك النقص الإمكاني بالمقدار الممكن مثله مثل من يأتي بالخبز اليابس والماء المالح لضيف عظيم في حال كونه لا يملك غيرهما فإنه يعتذر أشد الاعتذار من الضيف مع أن عمله ليس حتى ترك الأولى الفاعلي وإنما يشير إلى ترك الأولى الفعلي ويعتذر لسد النقص الذي لا يملك المعتذر فيه الكمال وهكذا عمل الأنبياء واعتذارات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في قبال الله تعالى هذه أجوبة أربع أكو هناك ثلاثة أجوبة أخرى نذكرها على نحو الإختصار الإجابة الخامسة العلامة المجلسي رحمه الله يطرحها في البحار على نحو الإحتمال في مجلس خمسة وعشرين صفحة مئتين وعشر يقول إنهم لما كانوا في مقام الترقي في الكمالات والصعود على مدارج الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الرب تعالى وما يتبعها من السعادات فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه ويمكن أن ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله إني لا أستغفر الله في كل يوم سبعين مرة الخطباء الخطباء طبعاً كمالات أهل البيت وكمالات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فوق ما نتصور وفوق ما نتخيل خطباً لكن أضرب الخطباء عندما يبدأون بخطابتهم أول ما يبدأ بالخطبة الأولى خب ربما تكون الخطبة ناجحة ولكن بعد عشرين عام عندما هو يسمع هذه الخطبة عندما يتدرج في مدارج السمو والارتفاع يشعر بالخجل من نفسه مجربين الخطباء أو ما مجربي أو واحد مؤلف يشوف الكتاب اللي كتب عندما كان عمره عشرين عام يشعر بالخجل وإذا شاف هذا الكتاب عد واحد يعتذر منه كتاب جيد ولكن المستوى صعد فيعتذر من ذاك مع أنه ذاك يمثل الكمال ولكن مرتبة من مراتب الكمال وقد وصل إلى مرتبة أعلى إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة وإنما هي نفسي في نهج البلاغة أروضها بالتقوى رياض في الكافي إننا لنزداد في كل ليلة جمعة هذه إجابة أبنية على أن مراتب الكمال لا تتناهى الكمال الكمال إلى نهاية لا العلم إلى نهاية لا وقل رب زدني علما هذه هي الإجابة الخامسة الإجابة السادسة هي التي يطرحها العلام المجلسي أيضا رحمه الله على نحو الاحتمال يقول إنهم عليهم السلام لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أتوا به من الأعمال بغاية جهدهم ثم نظروا إلى قصورها من أن يليق بجناب ربهم عدوا طاعاتهم واستغفروا منها ومن ذاق من كأس المحبة جرعة شائقه لا يأبى عن قبول تلك الوجوه الرائقه هذا جواب أيضا يلاحظ العمل ويلاحظ من عمل لأجله العمل عظيم جدا ولكن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما نتصور نحن كل ما نترقى في مدارج العلم معرفتنا بالله تكثر خشوعنا يكثر خضوعنا يكثر الله تعالى يقول هذا شيء في القرآن الكريم في آيتين في إحدى الآيتين الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم الإله يورث الخش في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أوتوا العلم من قبله لاحظوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع يخرون يعني شنو يعني يسقط بالاختيار هذا معناته يسقط على ذقنه لأنه السقوط مو اختياري لمسنا هذه الحالة وجدنا هذه الحالة في أنفسنا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا خر يعني سقط بالاختيار ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ذلك العالم لعلنا نقلنا قضيته قبل مدة طويلة العالم الغربي قال للدكتور عناية الله المشرقي أنا عندما أنظر إلى روائع خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أشعر بأن كل وجود يهتز واحد يصل إلى هذه هذا مستوى المعرفة يصل هذه الإجابة السادسة الإجابة السابعة والأخيرة لعلها تظهر من رواية بعدين إذا حبيت وراجعوا هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار المجلد السابع عشر صفحة تسعة وثمانين الحديث رقم تسوطعاش ربما هذا المعنى يظهر من هذا الحديث وهذا المعنى إذا كان هناك شخص يرتبط بجهة معين ارتباط أكو هناك نوع من الارتباط بين ذلك الشخص وتلك الجهة وفعل ذلك الشخص ما لا ينبغي هذه الجهة ترى من مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية أن تتحمل ذلك العمل وأن تعتذر من ذلك العمل وأن تتحمل الآثار الوضعية التي ترتبت على ذلك العمل أبو في محله عند ابن هذا الابن راح وقتل شخصا بدون أي تقصير من هذا الآب أكو أكو ارتباط بين الأب وبين ولده حتى إذا هذا كان القتل خطأ لم يكن عمدا الأب يرى أن وظيفته الأخلاقية أن يأتي إلى ولي المقتول وأن يعتذر منه هذا من شنو دا يعتبر هو لم يصنع شيئا ولم يكن منه تقصير في هذا العمل ولكن يعتذر من عمل شخص ينتمي إليه بنحو من أنحاء الانتماء هذه الأمة المرحومة يعني ننتمي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بنحو من أنحاء الانتماء النبي الأعظم وأمير المؤمنين أبوى هذه الأمة أنا وعلي أبوى هذه الأمة فإذا صدر من شخص من هذه الأمة المرحوم ذنب النبي يتألم الإمام الحج صلى الله عليه وهو إمام زماننا يتألم أكو في الرواية لا تسوء رسول الله صلى الله عليه وآله راجع الرواية في البحار النبي يتألم الإمام المهدي يتألم أئمة أهل البيت يتألم مثل الأب الذي يتألم فيعتذر إلى الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي يعني لأجلي اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصان الإمام لم يرتكب ذنبا مع التفسير الذي في الروايات موجود للذنوب التي تهتك العصان حاشاه مقامه فوق ذلك ويطهركم تطهيرا ولكن اغفر لي لأجلي هذه الذنوب التي تهتك العصان اللهم اغفر لي الذنوب التي لي لأجلي تنزل النقم يعني هذه الذنوب راجعوا في الرواية تفسير هذه الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلأ هو يتحمل المسؤول هذه القضية ما أدري نقلتها لكم قديما لو لا أنا قديما قاري هذه القضية فأنقلها لعله بالمضمون فدواحد مسلم فقير وجد خاتما خاتما تمين فقير وجد خاتم بحث فرأى أن مالك هذا الخاتم رجل كافر ثري اجي إلى ذلك الكافر وقدم له الخاتم قال هذا خاتمك قال له الكافر انت فقير قال نعم قال تعلم اني كافر قال نعم قال تعلم اني لم اكن اعلم انك اخذت هذا الخاتم قال نعم مضمون القضية قال فلماذا لم تنزل هذا الخاتم في جيبك وطاكل قال اتفاقا انا فكرت في نفس هذا الشيء انه اخذ هذا الخاتم واتعيش قال له فلماذا لم تفعل هذا العمل قال احنا نبينا خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله نبيكم عيسى او موسى في يوم القيامة نبيكم مثلا اذا كان مسيحي نبيكم عيسى يأتي الى نبينا ويقول ان رجلا من امتك سرق خاتم رجل من امتي النبي يشعر بالألام ويشعر بالامتعاض ولعله يشعر بالخجال انا شفت ان هذه الثروة لا تساوي امتعاض رسول الله والمه فتركته لذلك النبي يتألم طبعا النبي يتأثار الامة صلوات الله عليهم عندما تعرض عليهم اعمالنا في كل يوم خميس وفي كل يوم اثنين يتألمون من سجل اعمالنا فيعتذرون الى الله سبحانه وتعالى من ذلك هذه اجوبة سبعة على هذا السؤال المطروح وصلى الله على محمد وآله الطاهر شعرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بكل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوام موسيقى الصدف شكرا